حذرت سلطة الطاقة في قطاع غزة من كارثة انسانية وبيئية من جراء وقف امدادات الوقود الى غزة بسبب اغلاق المعابر واشارت سلطة الطاقة الى ان محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل ظهر الاثنين القادم بسبب نفاذ الوقود مناشدة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان للتدخل العاجل لالزام اسرائيل ادخال كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة